تعد رياضة المشي من أهم وأسهل أنواع الرياضات التي من الممكن أن يمارسها الإنسان بطريقة آمنة لذا فإن اختيارك للحذاء الرياضي المناسب يوفر لك الحماية الكافية ويمدك بالدعم والراحة لممارسة رياضتك المفضلة عندما يتعلق الأمر باختيار الحذاء الرياضي قد يواجه الكثيرون مننا صعوبة في ذلك نظراً لتوفر أشكال وعلامات تجارية متعددة لذا نحن هنا في مستشفى سبيتار سنقدم لك خمس عوامل أساسية عليك اتباعها لاختيار الحذاء الرياضي المناسب العامل الأول والأساسي يجب أن يكون مقاس الحذاء مناسباً لك تماماً يمكنك اختباره عن طريق التحقق من احتواء الحذاء على مساحة إضافية بين أطول إصبع في القدم ونهاية الحذاء بمقدار عرض إصبع الإبهام العامل الثاني التحقق من صلابة الكعب قم بضغط الحذاء من الخلف إلى الداخل يجب أن يكون صلباً ليدعم القدم وفي حال انثناء الحذاء بسهولة فهذا يعني أنه مرن ويفتقر للدعم الذي تحتاجه قدميك خلال التمرين العامل الثالث التحقق من انثناء الحذاء على مستوى انثناء صابع القدم العديد من الأحذية يمكن أن تنثني بسهولة من المنتصف مما يقلل من الثبات والدعم الذي تقدمه لقدميك لقد تبين من خلال أطباء القدم هنا في سبيتار بأن العديد من المشاكل المتعلقة بالقدم تكون بسبب انثناء الأحذية من المنتصف عند ممارسة الرياضة العامل الرابع التحقق من منتصف الحذاء أنه لا ينثني بسهولة تحقق من ذلك بالامساك بكعب الحذاء ومنطقة أصابع القدم وقم بلفها يجب أن يكون ذلك صعباً ولكن ليس مستحيلاً العامل الخامس القيام بربط حذائك بإحكام من خلال الأربطة وإذا لم ترغب باستخدامها يمكن لخيارات الربط الأخرى أن تحقق نفس النتيجة جميع العناصر التي ذكرناها تعمل معاً لتمكنك من ممارسة الرياضة بشكل صحيح والتحلي بنمط حياة صحيح ترجمة نانسي قنقر